يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الوحش داخل بقوة كبيرة جدا النادي الاهلي حامل اللقب يبدو وكأنه داخل من اول الموسم ما بيهزرش ما بيهزرش يا جماعة فريق ناجح ناجح باهر الموسم الماضي بخمس بطرات مش داخل مكسل مش داخل معتمد على نتائج الموسم الماضي مش داخل بيقول أصل اللعبة ريحت وشبعد مش داخل طول الوقت جعاني النادي الاهلي طول الوقت تموح عند النادي الاهلي طول الوقت جماهير مستنية النادي الاهلي بإنجازات عظيمة هتقول لي كل ده عشان مبارك سيبها في الأول هقولك لا مش دي الحكاية الحكاية أكبر من كده بكتير الحكاية إن الاهلي مع صفقات جديدة أصبح حرفيا مرعب ومش ببالغ الأهلي السنة اللي فاتت جامد جدا الأهلي بتدعمات جديدة مرعب وهقولك الدليل النهاردة إمام عشور رائع رائع لما هاجي على الأهداف بس ههوذيك الأسست التاعت للي مفرقش على المطش يعني رائع عمل اتنين أسست النهاردة ودور دفاعي وهجومي رائع نال انتقادات بعد مباراة السوبر وهل هينجح مع الأهلي ولا الراجل بمستوى الطبيعي مستوى بتاع نادي الزمالك اللي هو أحسن لعب رقم 8 في مصر في مركز رقم 8 في مصر فيش خلاف على إمام عشور ريدا سليم ريدا سليم حكاية ريدا سليم قصة وبصراحة شديدة هقولك رأيي بس ما تهجمش علي أنا شامم ريحة محمد بركات شاممة مش بقولك بركات مش نفسكش فيها بركات ده حالة استثنائية في تاريخ كرة القدم المصرية أو اللعبين المصريين بس الراجل عنده إمكانيات إمكانيات الانطلاق بالكورة إمكانيات اللي هو يلعب للأمام للمرمى التصويب العرضيات السرعة المهارة الحماس ريحة بركات ريحة بركات لعب جميل جدا صفقة نجحة جدا للنادي الأهلي تحديدا ريدا سليم وإمام عشور طيب هتقول لي مودست يا عم النهاردة ما عملش حاجة يا عم ما كان جات له فرستين كده يعني ما عملش فيهم حاجة هقولك استنى شوي الراجل بقى لأربع خمس شهور ما بيلعبش كورة ما بيلعبش مباريات يعني الراجل لسه داخل على أجواء جديدة في مصر الراجل لسه داخل على أجواء جديدة في أفراقيا كلها الراجل لسه معرفش اسمه زميله لسه جاي النادي أصلا بقالوش اسبوع عشر تيام فده طبيعي هو منطق مش هيطلع نار من بقه من أول مباراة بس طبعا هيفضل طول الوقت تحت أنظار الجميع هل هيكون إضافة للنادي الأهلي ولا لا ما ينفعش أبدا تحكم عليه النهاردة بس لما تبص على تشكيلة النادي الأهلي النهاردة النهاردة فيه على الشمال ريدا سليم على اليمين بيرسيتاو قدام مودست وراء إمام عشور وقاليو ديانج وها أحمد نبي الكوك صح أشكيم بقى الخط الدفاع سيبك بقى دلوقتي من خط الدفاع تعال كريمي في الوسط والهجوم النهاردة بيغيب مين بيغيب حسين الشحات بيغيب كهربا بيغيب كريم ندفد بيغيب عمر السلية بيغيب صلاح محسن الأسماء اللي على ذاكرة دي دول يعني دول أبرز الغائبين يعني هل حسيت إن أهلي بيتأثر لا طبعا طيب خد اللي أكتر من كده الدكة ده الراجل بينزل خمس لعيبة مع بعض الخمسة نجوم الخمسة أصلا نجوم عبدالقادر على أفشة على طاهر محمد طاهر على كريم فؤاد إيه ده إيه الروعة دي تشكيلة النادي الأهلي وقوام النادي الأهلي بقى فيه عمق مش طبيعي هتقول لي طب وهيفيد بإيه الزحمة دي كلها هقول لك لأهلي عنده دوري لأهلي عنده كاس لأهلي عنده كستاني لأهلي عنده سبيل الأبطال لأهلي عنده دوري أفريقيا لأهلي عنده دوري أبطال أفريقيا لأهلي عنده كاس العامل الأندية بلغير لعيبة النادي الأهلي عندها كاس الأمام الأفريقية مع منتخم مصر وعندها تصفيرات كاس العالم وعندها أولمبيات مع المنتخم الأولمبي فأنت عايز جيش من اللاعبين كلهم يبقوا جمدين لو أنت عايز تنافس على كل البطولات